أهلا بكم نتحدث عن واحد من أهم شريين الطاقة في العالم خط السيل الشمالي نوردستريم واحد واثنان الخط الأول هو أكبر خط أنبيب غاز من روسيا إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا يتجاوز طوله 1200 كم وينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وهو أطول خط أنبيب تحت مياه البحر وأما الخط الثاني فهو بالحجم نفسه ولم يجري تشغيله بعد خط نوردستريم أنشئ على ثلاثة أقسام مختلفة بسمكة جدار تتبع اتجاه تدفق الغاز بحيث تكون الجدران أكثر سمكا في بداية خطوط الأنبيب في خليج بورتوفايا بروسيا ثم تقل سمكتها عند نقطة الهبوط في منطقة غريف سفالد بألمانيا ورغم السعة الإسمية لخط الأنبيب التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا فإنها نقلت نحو 59 مليار متر مكعب عام 2021 وإضافة إلى السيل الشمالي هناك خطة تيركستريم وبلوستريم الذين يعبران البحر الأسود إلى تركيا لإمداد السوق التركية وجنوب أوروبا وخط أوكرانيا وهو مجموعة خطوط أنبيب الصداقة للغاز التي تمتد من روسيا عبر أوكرانيا للشحن إلى أوروبا عبر سلوفاكيا من المستفيد من تسرب الغاز في البحر الأسود معهد الزلازل السويدي سجل انفجارين تحت الماء قبل تسرب الغاز وبعض جواب قد يكمن في تغريدة وزير الدفاع والخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي رديك سيكورسكي الولايات المتحدة شكرا